مرحبا طلاب الأعزاء كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الزاي هكذا يكون شكل حرف الزاي سوف أقوم الآن بقراءة كلمات تبدأ بحرف الزاي أريد منك عزيزي الطالب أن تكون طالبا مفكرا ومتواصلا وتعرف ما هي الكلمات التي يوجد فيها حرف الزاي ز ز زرافة ز زهرة ز زينة ز زر ز زرافة ز زحلوقة إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف الزاي هنا عليك أن تميز من هذه الصور الأشياء التي يوجد فيها حرف الزاي مثل زرافة زيتون زيت زبدة أما باقي الأشياء لا يوجد فيها حرف الزاي هنا أريد منك أن تكون طالبا مفكرا ومطلعا حتى تميز هذه الصور هنا في كتاب اللغة العربية عليك عزيزي الطالب أن ترى ما هي هذه الصور التي يوجد فيها حرف الزاي مثل زرافة زيتون زيت زبيب زبيب إذن هذه هي الأشياء التي يوجد فيها حرف الزاي هنا مطلوب منك عزيزي الطالب أن تقوم بتلوين الزرافة داخل الخط وأن تكتب حرف الزاي وتلوين حرف الزاي وتكتبه من خلال تتبع النقاط وأخيرا هنا عليك عزيزي الطالب أن تقوم برسم نقاط فوق جسم الزرافة لأن الزرافة جسمها منقطة لذا عليك أن تقوم بتلوين الزرافة داخل الخط ومن ثم رسم دوائر على جسم الزرافة وسوف نتحدث أيضا خلال هذا الأسبوع عن الحواس الخمسة ووظائف الحواس الخمسة شكرا لكم أعزائي الطلبة وإلى اللقاء شكرا